أهلا بكم من جديد مع فقرة زيف عشوائي التي نبين فيها الأخبار الزائفة والمضللة البعيد عن عالم السياسة أولى قصصنا عن عالم تكنولوجيا المعلومات وهي تطرح سؤالا عما إذا كان مسلسل الكرتون The Simpsons قد توقع إطلاق شركة ميتا لتطبيق Threads حيث انتشرت تغريدة على منصة تويتر مرفقة بصورة لهمر الشخصية الرئيسية في المسلسل ودعا نشر التغريدة أن الصورة تتوقع إطلاق تطبيق Threads والذي بسبب تطابق شعار التطبيق مع شكل أذن هومر وزعم بأن حرف M فوق الأذن يدل على أنه تابع لشركة ميتا بالبحث في المصادر المفتوحة على الإنترنت تبين أن الصورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة إذ أنه وبالعودة إلى موقع فوكس وهو المنصة المالكة لحقوق نشر المسلسل ظهر بوضوح أن صورة هومر الأصلية وشكل أذنه مختلفان عن الصورة المتداولة الجدير بالذكر أن الكثير من أصحاب نظريات المؤامرة روجوا خلال الأعوام القليلة الماضية لفكرة أن مسلسل The Simpsons توقع حدوث معظم الأحداث الكبرى مثل فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئاسة ووقوع جائحة كورونا وأمور أخرى وذلك ليس صحيحا وفندناه هنا في بوليغراف في حلقات سابقة كثيرة